موسيقى بها الفقرة حديثنا رح يكون عن مؤتمر القمة خاصة للإعلام السياحي وقديش بالفعل مهم نسلط الضوء على موضوع مش بس السياحة والأثار تواجدها بالقمة ناقش كيف ممكن نطلع بأفكار أفضل لننهض بيئة الاقتصاد اللي السياحة بتشارك بأكتر من 10% فيه منرحب بالأستاذ أيمن رشيد صباح الخير حضرتك الرئيس التنفيذي لشركة Moment Innovation أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم أستاذ أيمن ونحكي عن المؤتمر المفروض فعالياته تبدأ بـ 11 شهر وأهمية الإعلام السياحي أيضا طبعا صباح الخير وأنا دائما بشكر الرؤية أنهم هم بستضيفوني لأنه هذا قديش عندهم يعني حس أنه يدعموا الاقتصاد ويدعموا طبعا كل القطاعات اللي بتهم البلد طبعا هلأ أحنا قررنا نعمل مؤتمر عن الإعلام السياحي لأنه منعرف قديش دور الإعلام المهم في توعية المجتمع يعني إحنا دائما بنعرف إعلام أنه في ترويج إحنا بصراحة ما بدنا ترويج إحنا بدنا نواعي المجتمع يكون يلعب دور الإعلام بتوعية المجتمع لماذا؟ لأنه إذا المجتمع قدر يستوعب أهمية هذا القطاع لأردن فيه طبعا مخرجات كتير منيحة منها مثلا بقدر يتعامل مع السياح بشكل جيد بيعرف أنه هذا القطاع مهم لإله فلازم يحافظ على الأماكن السياحية نظيفة ومرتبة إذا قدر يستوعب قديش أهمية هذا القطاع قديش فيه فرص عمل ممكن ينخلق من وراء فتوعية المجتمع وأكتر وسيلة طبعا يعني بتوصل للمجتمع اللي هي الإعلام والإعلاميين وكمان وسائل التواصل الاجتماعي فحديثة راح يكون بهالمؤتمر عن هدول الوسيلتين لأنه ألا طبعا نعم اللي بتحكي صراحة كتير مهمة أستاذ أيمن إحنا دائما منحكي عن دعم القطاع السياحي والمنشآت السياحية ولازم يكون فيه اهتمام بالآثار أكيد إحنا مش ضد ولكن دائما منحكي مش بس البنية التحتية للسياحة فيه إشي اسمه البنية الفوقية اللي هو إحنا قديش إحنا كمواطنين مرات يمكن السياح ما ينبسطوا على المكان لكن ينبسطوا على ترحيب المواطنين على ثقافتهم قديش هم عم بمثلوا بلدهم بالطريقة الحضارية بحداش تموز إيش راح يكون فيه بحداش تموز راح يكون طبعا إحنا راح نجمع كل قادة السياحة سواء يعني طبعا بالأردن أو خارج أردن في عنا إحنا هنا بالأردن طبعا نقول عنهم زعمة بالسياحة يعني راح نتشرف أنه نجيب معالي عاقل بلتاجي معالي طالب رفاعل كان طبعا هو مسؤول عن نظم العالمي للسياحة نظم العالمي للسياحة نعم راح يكون فيه كتير معالي وسعادة يعني موجودين وفيه طبعا جايبين متحدثين من أمريكا هؤلاء المتحدثين نحن نفهم أن السياحة تحتاج لشغلتين تحتاج لمحتوى مبتكر المحتوى السياحي أو المنتج السياحي بصراحة لازم يكون فيه إلهام يعني إسمائي لازم يكون فيه لما أنا أشوف الإعلان السياحي أو المنتج السياحي لازم يكون فيه لك أسرح شوي يعني أنضط أسرح شوي أعيشه يعني عساس أقدر أخذ قرار وأنه أحجز وآجع البلد فهذا إحنا جايبين طبعا واحدة من أمريكا قدرت بخلال يعني من خبرتها بإنشاء محتويات مبتكرة أنها ترفع أكلها من ستي من مليون لا 28 مليون يعني فهذا رح نخلي الشركات أو المهتمين بالسياحة أنهم يتعلموا يعني ممكن كمان فيه من بما أنه إحنا عم نحكي عن الإعلام وعن السياحة والإعلام مش فقط برامج أو صحف الإعلام بشمل الدراما كمان ومنعرف إحنا قدي تركيا من المسلسلات أو الدراما التركية وانتشارها في العالم العربي قدي هذا أثر على السياحة بشكل كتير كبير بتركيا يعني صاروا الناس دون يشوفوا هاي المعالم هل في مثلا من بالمؤتمر شيء من هذا حينطرق مثلا هذا الموضوع أو أنه نصير نركز أكتر في تصويرنا للمشاهد وإحنا صارت عندنا بالأردن يعني أفلام عالمية تصورت برام وبترا وبالعقبة فهل سيكون فيه اهتمام أكتر مثلا بالتعاون مع نقابة الفنانين أن يكون فيه تصوير وتركيز على المشاهد الجميلة بالأردن؟ بالضبط هو بصراحة الدراما أو الأفلام أو المسلسلات بتشجع كتير أنه جلب سياح وده بتلاحظي اليوم منضلنا منعيد ومنركز أنه لورانس العرب فيلم صار بالوادي رام بهالمنطقة اللي بتجنن يعني اللي فيها إلهام يعني الواحد اللي بصيرو على وادي رام وهلأ فيلم مارس كنا نصور كيف يمكننا نركز يعني الستار تيك وفيه كثير أفلام طبعا صارت وعفكرة يعني هو إذا بدي أعطيك بجوز معلومة فيه أكتر من من ألفين شخص هم بهوليود يعني إذا بدك بهوليود كانوا موجودين بالأردن مستعدين ينتجوا أي فيلم ومستعدين عندهم كل القوة أنه يقدروا ينتجوا أفلام تبين يعني حلاوة الأردن يعني قديش بتشجع هاي القطوة نعم بدي أسألك أنت بشكل شخصي قديش معني بموضوع السياحة احنا نعرف أنك نشيت بمستوى المؤتمرات لكن موضوع السياحة كيف تقيمه وليش حبيت يكون في عنا مؤتمر خاص يضوع لهالموضوع هلأ أقول لك بصراحة هو يعني إذا من نيجي أنا كأي مواطن أردني يعني شايف أنه هذا القطاع قطاع مهم وقطاع لازم نركز عليه هو يعني ممكن يكون محرك اقتصادي للبلد يعني عنا تراجيريز يعني عنا هستوري يعني الكل بعرف عنها مفتح مفتوح بدنا نوأ يعني إحنا اليوم إذا قدرنا نستوعب أهمية هذا القطاع طبعا أكيد الإدارات المسؤولة عن هذا القطاع عاملة شغولها بشكل جيد ويعني يعطيهم العافية يعني بشتغلوا على قدم جزاق أنه ينجحوا فكرة الأردن سياحيا يعني بس إحنا اليوم إذا المجتمع ما كان وراه إذا المجتمع ما ساعده بضل فيه بتعرفي حكي وهذا هلأ قديش كمان يعني اليوم لازم نحكي عن الإعلام قديش يقدر يتصرف مع الأخبار يعني اليوم أي خبر صغير يعني اليوم مصلحة البلد أهم من كل شي بس بيوصل في طريق مبالغ فيها يعني اللي بره البلد بفكر بفكر آه لما يكون فيه دقة ومهنية بو الزب يعني قديش الإعلام لازم يلعب دور اليوم أنه قيم الخبر أنه أصيغه يعني مصلحة البلد طلب اليوم أني أفرج الأردن دائما بإيجابية ما أتجه لأي سلبية بأي نوع من الأخبار هاي كمان يعني الإعلام لازم يلعب دور فيها أنا بنوجهة نظري يعني كمواطن أردني حسيت أنه هذا القطاع بده اهتمام لأنه إحنا كمان المؤتمرات ما هي إحدى البرودكس يعني إحدى المنتجات السياحية اليوم في دول كتير بيجي عليها ألاف وألاف بسبب مؤتمرات ما هي هاي النقطة اللي إحنا ممكن نشتغل عليها لا بصير يقولوا إنه إذا بنعمل سياحة ترفيهية المنطقة إحنا في منطقة ملتهبة حوالينا طبعاً هذا عم بأثر علينا وعلى سياحتنا هذا بأثر على نوع واحد من السياحة لكن إحنا لو اشتغلنا على سياحة المؤتمرات السياحة العلاجية السياحة الاستشفائية سياحة المغامرة المديتيشن يعني فيه أنواع أخرى من السياحة إحنا ممكن نشتغل عليها ونعمل جذب هو بصراحة هلأ يعني حكيك ممتاز جداً لأنه حتى بقطاع السياحة فيه منسميه نيش يعني يعني منسميه يعني نحدد بيرسونايز يعني بيرسونايز تورزم يعني أنت اليوم بتشوفي إحنا مثلاً عنا الأدفينشورز مثلاً المغامرات خليني اليوم قديش بقدر أنا بس تتارجت الناس الميتمين بهذا القطع بهذا الخاصية بالضبط خليني أقسمها مثلاً عندي السياحة الدينية أو السياحة العلاجية خليني أنا فوكس يعني هيك بقدر أجلب ناس أكتر وبكونوا إيش يعني بتطروا يجوا يعني يعرفت كيف هلأ إحنا قديش طبعاً الكل هلأ يعني الكل بالعالم العربي سواء أو بالعالم عارف قديش أنه إحنا ننجحنا بأنه نخلي الأردن بلد أمان يعني اللي صار بالأردن ليتلي يعني قديش هيدا فرج العالم قديش إحنا حضاريين وقديش أنه إحنا اليوم نقدر نحافظ على هذا البلد مضبوط بآخر دقيقة بحب أعرف منك عن موضوع السوشال ميديا أو الإعلام المجتمعي قديش صار بضاهة بوازي أهمية الإعلام التقليدي بنقل الصورة وعم نحكي همان عن الترويج سياحيا لا شك أنه اليوم يعني هلأ التواصل الاجتماعي منتشر بس ليش أهميته يعني كثيرة لأنه اليوم أنت بتقدري تشير يعني يوصل آه فيديوز وفوتوز فبتقدري اليوم أنه توصل لإش بسموه كوميونيتي يعني كثير عالية بدقايق وكمان لبلدان أكتر يعني اليوم أنا بقدر أروح على كوريا الجنوبية وأجيب بتياح وأنا قاعد بالأردن يعني عن طريق أني أستخدم تعرف إيها اشتاقات وهيك آه طبعا السوشال ميديا أهم وسيلة اليوم للسياحة بل زي بحكينا لازم نكون نعرف كيف نعمل محتوى ملهم آه لازم نعرف كيف نختار لأنه بتعرف عنصر السياحة بالسوشال ميديا نحتاج لشغلتين نحتاج للكونتنت المحتوى ونحتاج للإنفلونسور الإنفلونسور كمان جابين واحد من أميركا يدلنا كيف نختار المؤثر اللي بنحكيه له خاصيات لأنه بتعرف المنتج السياحي بيختلف عن المنتج الصحيح المنتج العادي يعني صحيح وأكيد رح يكون فيه موقع سياحي هذا المؤتمر أكيد طبعا لازم يكون فيه مكان سياحي على العموم يعني شكرا كثير نعم شكرا 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 نعم شكرا